اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي وجاني أشكر نعمتك الذين عمد عليها ونعمل صادح ونفضاء في الحقيقة السيد سريك وسي خليك والشيخ الاسم الكريم السيد سعدية والله ما خلا نمنبوله يعني ما خلا نمنبوله يعني لقد شغلوا وقعنا وقعنا الذي نعيشه هذا الواقع هذا اللي رام نعيشه كله سوى الكبير والصغير سوى الرجل والمرقل سوى المتعلم وغير المتعلم سوى المفتح سوى البسيط سوى درجاء كلم في الصميم كلم خالج من كل كلناس أنا جاء نسمى سي خليل وسي زريك وسي سادية والله إلا كلامي جيس في كل صحبه لأنني أنا متأكد بلي قاسل ناس قل قاسل ناس قل إنه هذا هو الواقع تعمل رمان الشنو وهذا هو الواقع اللي رمان اللي رعا عيب علينا وهيي رمان نحن اليوم يطرر هل نقدر بهذا الواقع هذا بوش يظل علينا؟ هل كتب علينا أن نعيشه واقعنا؟ نقول لا تاريخي كله؟ فرنسا بجاباروتي ها؟ استعمار بجاباروتي لما جاء الشعب هذا الجزائي هذا ولي كان شعب متعلم شعب مثبخ مجتمع على سطره ما يفوق ليو 30 سنة ققتل وجحل ورمل ونفى ونزع العلم ونزع الخيرات وأخذ خيرات البلاد لمدة ما يفوق 30 سنة ولكن لله رجال ونساة لله رجال ونساة فارغوا وارغنا الأمثال وغيروا الواقع تاكم غيروا الواقع تاكم الذي أريد أن يقفض عليهم من الأمير عبدالقادر من صحاب شهر فاطمة لالانسومر من حدة من خلال شهر مقارنين إلى فوق التحريرية مع احترامات لكل الثوارات هنا وهناك ولو حتى كانت مقاومة متع شخاص إذا مش رعب الجزائري ترواهم للحرية ترواهم للتغيير ربما يسف ولكن إذا فارغ فارغ البركان فارغ البركان يغير وامعه يغير مساره ولكن للأسف كلما يأتي تغيير تقطف الثمرة يأتي من يقتف هذه الثمرة ويطرق الشعب الجزائري يعاود في مفسكا أنا اليوم من الثقل ويوم بوش نتكلموا هذه الفرصة والحقيقة أنا كنا جايين بوش نتكلموا ويحرك فينا فونج السعودية وسيخالين حركوا فينا شوية مواجهة لأن هذه الحقيقة مرة لما كنت تفكرون رجالة لفرنسا لفاتهم من الكاليدونيا والكيان كما يقولوا ويقولوا 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 يا وكانت كانوا تحت مرز دعمة كانوا تحت الجهل كانوا تحت الفطر كانوا يعيشون عشة غنجة ولكن كانوا إخوان كانت فيهم أخلاف رموية كانت فيهم مقومات وطولاً ما نفضع عينا لو نرجع الوقت هذاك ونفضع عينا من الحم منتاع أبائنا طب 62 ونفضع عينا في مخضر المخضر ونجدوها حتى يكونوا مخمسين فحتى استعمال ونجد هذه العينا ونموتها أكد ونجد شكلة من الشغير المنطقة ونجد سرعه ونجد سرعه ونجد سرعه ونجد سرعه ونجد للمالة كان يشعره كان يشطر مهلقة تعيز من الجبال ومن السهول ومن الآبال ونجد اللبس بيسه كان يبسه من الصوف ونجد الإبل ونجد بطعه ونجد ونجد أشياء بسيطة ونجد 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 ولكن هذا المنطقة تعلمه ونجد من الممتعة المجموعة ونجد ونجد من الممتعة أحلامbum ويجعون ومن الممتعة ومتعة المخاربة ونجد من الممتعة من الممتعة ونجد ومن الممتعة يقولون لما قلت قطر خير الباطل يجي وقطر خير البيطر اللي يفتح يقولون له شدت وانا وجدت وهو وجده قطر خير ربي هو المؤخرة لو لفضل ربي ويفضل الشهداء ما نمستحر لعمل سنة أحبني الانستعمار لو لفضل ربي بالخيرات العملة الدهت ما نعايش هنا لو لفضل ربي بالأمن تعني السقر بتاعه للنساءنا وبناتنا مشردونا في الشوائع مثل النساء اخوانا السوريين والليبيين والعراقيين وغيرهم اللي ينقصهم عن الدين ونقصهم عن الدم هذا هو حالنا هل نقضى احنا مش نبقى عشان هذا الحال هل نقضى لو شبابنا يبقى غير في الفايع في هايب على وجود وشي مشكلة بعد أسواق كان أسواق ما كان شرابن كان رو ما كان طوال مش كان إذا كان مشكلة واحدا هي الإنسان هو رجل بي يمع كما هاد الناس بيكوفزوا ليهم المهنايات وبوش يصفوا على جميع المستويات من أدنى المستوى إلى أعلى المستويات الجزائي فيها خيات فيها بطا فيها شباب فيها شباب فيها نساء ولكن ماذا كان يلمهم ماذا كان يليمهم ماذا كان يعطيهم السر اللي بوش يمشينوا ويجعلوا النقلها للنوعية ويجعلوا التغييرها لنعرف المجتمعات هل هو الإنسان اللي يجعلهم التلاصل هو ذك بجزائي الشعب نحن في السرطة لعنى سرطة دفنية سرطة الشرعية وسرطة تضافة نحن مدربة ندخل مع السرطة التالية اللي هي سرطة الشرعية والسرطة المتخابية ونرخب نشفل جميع المحطات هل إذا اختارنا رجال يعني يعني ملع عن مسؤول البلدية هل ما تكونش كيلة التنمية أنا بأكد بلدكم كيلة التنمية والواقع الموضة هل إذا اختارنا الناس ورجالي ما تكون أحسن تنفير عن مسؤول الشعب الأولي أنا بأكد به كيف أرسكم رجال وكيف أرسكم نساء اللي قادرين يدروها التالية لو أحسن الأختيار أيضا بالنسبة من يمثلكم في كعالة هيئة وهي قبط قرامان كاين أيضا ولكن تفاشل خيره وشي معايير هل من هبه دب؟ هل من نفع التربارك هل من عنده سسردي وشي شي صوت الناس؟ هل من نجيبه باسم العشيرة ولا باسم الجيها؟ أم هل من عنده إمكانيات؟ إمكانيات فهذا ينطبها للنوان لأن هذا اللي بأدف له ولكن راك ينوب عليك انتايا راك ينوب عليك انتايا راك تكلفهم دب وشي نوب عليك وشي نوب عليك ما عنده عصر سيدنا موسى ما عنده الريح تأسيدنا سليمان الريح والطير الجن وشي ايه خلاص لك الزمان انتهى ابحان الزمان الرسالات انتهت عنا كتاب الله وصفة رسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ولكن الله سبحانه عز وجل من خارنة سب نذب أول واحد ينزل سيننا المحوى على هذه الأرض والأرض وقاموا وقاموا ما قالوا بك يقولوا يا أخوان بجينة فاقس بجينة محمد وقاموا سعلي اليوم رئيس الجموارية وقاموا رئيس الجموارية وقاموا بسبب تكريم فاوري تكريم فاقلي تكريم علمي اي تكريم تكريمات. نفس رجل. ولكن ما تحرك لاش? ما زعزع لاش? مش كرناش. لما ربي سبحانه عز وجل كرم جميع بني آدم. جميع بني آدم. قلت ولا تذكر رب آدم يا رب. يعني من آدم من من حول دون آدم الى اخر رجل او امرأة قم صفي تقرع الهسان. يا ربي كرم معا. كرم كشي واحد يكرمو? عليا انا خافين على هالتكريم هاته. انا انه قال برعانه. لماذا انا خافين على هالتكريم هاته? عليا. عليا. عليا دبروش برعانه. عليا كرمنا. مو بل كرمنا. ولماذا كرمنا? كرمنا رب باش لي عمالة الارض باش عملوها. وباش نعموها 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 باش نعموها بصعر. وباش نعموها بصعر. وصعر عنده. ولقده. ولا تلتicht السفهة يا وورا. رب كان مربي ملوتوشها. رب إكاله ما تعكوش? ولا تصعر عنده بيتذ. رب إكاله ما نحقلوش. صفين يا عفو. صفين منه. هو الذي لا يخصن تصرف. هو الذي لا يخصنوه. كفايزية ومرتعة. اذا ربي كرم. كرمنا كل ما كرمنا? كرمنا باحسن حاجة في مخلوبات تعني خطها? جنيع مخلوبات. ازها ويجنها. كرمنا عن الشيطان. كرمنا عن ملائكة. كرمنا عن الحيوالات. اللي يفوق الارض واللي تحتضل الارض واللي في محيطات والذي يعلمها لا يعلمها يالله سبحانه عز وجل. تبكر ربي كلام كامل بتشامل يفهم بربحة. مهنش واحد يقول انا نزل لي عين فلاني او امام فلاني وباشي شرح لي تشير كلمتك ولا باك كرمنا عن ملائكة. باك كرمنا باحسن جنيع مخلوبات. مهنش ببو. مهنش بخدخانة. مهنش بخدخانة مهنش بخدخانة الفي. أفخم. أفخم مخلوب. أولا اللي دينوازون كنا في مختباتها. كرمنا باك كرمنا باك كرمنا باك كسبع أشراس حيوان من يمتاعهم ومشارساتهم. مهنش بكل اوزيل يجلي نبط مكاجل يحمون. مهنش بكل احسان. مهنش بكل هدد في الجنة تهم. مهنش بكل أنا لي أنتمي أنا إلى القبائل أو إلى العرب أو إلى أبزيخ أو إلى إلى الزعود ولا إلى اليهود ولا إلى آل غيرها من الألاف. لن يكررنا بهذا. ربي كرم نا كرم نا كرم نا كرم نا كرم هذه التكلمات. كرم نكروه من هذه الصبب من هذه الصبب يا دراهي أمامي لهذا الرجل لهذا الشيخ. كرم كرمنا. كافرون ومسلمون. عاصمة وصادقون. كافرون وصادقون. اقول ما فرقش في التكريم هذا ما فرق حتى واحد. ولله الحمد. الحمد لله ربنا. الله تم شكر ولا يشكركم الأزيقين لكم. يعني يا ربي كرمنا كرمنا بميزة وردة وهي العتل. هذا العتل هذا اللي كرمنا بها. كرمنا بها الله. كرمنا إلى حجر اللي عمارة الأرض. اللي هو ما نات التكليم. اللي هو ما نستطيع أن نميز به. أن نميز به بين الصارح وغل الصارح بين الشيء الجميل وشيء طبعا. بين الحجر المنيحة واللي مش منيحة. بين السياسة السيملة و السياسة الفاسدة. بين السياسة المنيحة و السياسة الفاسدة. هذا المتكيئين اللي كانوا لي شرطاقهم بيرتفق. نفكروا. إذن لما قلنا هذا الملكة هالي لأحسن ملكة و أحسن جائزات. كانوا لابد علينا. ولهذا لحصلنا على الأرض. والكارب نلقى. و هذا الان هون مجرين إما شاكر و إما كفورا. كان لكاعداتك ذا حقا. و كان زجكر لا تكون الشاكرين ولا تكون الشاكرين ولكن حتى نعطى من دبش تمييس بالكتاب نحن نجمع الأمر لذلك تمييس ونخاطب فيكم عقولكم لابعاكم مربي وقررنكم بها هذا التكريم نخاطب العقول تعمل ناسم لكي نخرج هذه الثورة ونفر الغبار هذا العقول تعمل ونكسر جميع القوال جميع القوال التي صنعت وهم في عقولنا كاليدار قالب الدين كاليدار قالب الوطنية كاليدار قالب الوطن الديمقراطية وهي أصنام جديدة ليست الأصنام غير هذه الأحجار وكاليدار قوال فهمت على صنام وإذن قوال وعقول أنه لم يقوال كاليدار قالب الوطن وصنعت الهوى تعمل الآن أصنام نارعنا أصنام هي الهوى هي نوع من قول اللي تحجب عنا الرؤية وتحجب عنا كيف كيف نخدم هذه العقوم اللي حدث بها سبحانه عز وجل كيف أن نختارقها كيف أن نفكر بها كلها يأكل لا يأكل واحد اللي طرصم هذه التعوى طنية ولا تأدين ولا تأدين طنية لتفكر بعقل كما حدث الله وتختار بعقل ولذلك أنا أدعوكم ليس أنتم الحضرين معنا فقط ولكن هذا السكر هذا لازم ننبرر ننبرر ميدانا ننبرر أصحابنا ننبرر أصدقائنا لأنه هنا مجد لكم في حجري ومهما أبيكم بجريدة ما أنا إلا أذكف وذكف إن الذكرى تدفع المؤمنين أنا ليست بأحسادكم ولست بأفاركم أنا متأكد باللغة كيف يخير مني في حدث وفي السياسة وفي حدث ولكن أخذ ما كاشر ما كاشر الشي ما كاشر ما كاشر ما كاشر السياسة مقابل ما كاشر ما كاشر ما كاشر ويشبه ويشبه فهي كان مفزانياً فمسين كيلو بدطلوش كمبارونا ما تحقره ايو شيء نحن يصحر ما تحقرهش حتى هيتم المخلوقة هاشلنا اخيتي نصنعه بتنقلولو قلت عفالو بتحقروش ما نزلت شوية باش كان عندي نوعب غير ونرخبواني ما مش عيب ما نشوش به يعني اش تكون المرق تكفر توسويه وانتوقع توقع على واحد الضبرة على الداخل وبعدهم يمالس ماذا أعوز على الأمر؟ خمس و ثلاثة خلطين أنت أخذ الدرع والله أمعش بالشيلير عيوزين لا هذا المخلوق الذي يقضى الغرفين يجب أن تحديد الوسيلة والمهمة التي يستخدمها لها فالبداع 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 تنزع من المثيقة عندما تكون مسؤولة و لا تقوم بسؤولتك عندما تكون ممتخب وتتخل العقل التي تريد من المواطنين عشان أن تفقق عليها عندما تكون زوجة وتتخل من حباتك الزوجة تتعب عندما تكون ولد لا تضع في حبوقة والديك عندما تكون جاء ولا تضع في حبوقة جنوارك و لا تتخل و لا تتخل و لا تتخل في جميع المناهة حياتنا يجب أن تتخل و الألماء التي تتخلها و أنهم نسروا ولذلك نحن مدام في التشغاليات و نحن و لديكم و25 عام و نحن و لدينا الجمع التعيئة و كل اللي بتقلمها وأشكر جميع المناسبات جميع المناطين وجميع المواطنين ما قدروا معنا يقولوا معنا الذي أرقى المستوى التعامل أرقى لا نصنع بعض الماضي أرقى كأنه نوصل الناتجة أنه ما نسقه و ما نشطه ما نقوله لنا نبتنسخ نفسه لان نبتنسخ نبينا نرى ملا ما نأخلاقنا لأن الحياة تبتها تأخلاق ما ساتنا موتار شخناك الفرساد كان الشرح واحد هو المؤهل وشكا مليك وهو الوحيد الذي يقيمه رقيمه من الخدال والشفعي ونحن على هذا المنتفق بفرسافة مصر رشيد أنا أتأسفت شيكاً لما رأيت هذه الصور المشينة التي أصبحت تلوث مدينتنا وليس مدينتنا ولكن كثير من المدين الجزائريا ونحن نعلم صورنا ومساقطتنا في الجميع الأمام أمام العمومية، المدارس، الأمام الخاصة ونحن نفهم ذلك وعندما تكون هناك صور المصر يجب أن نحن نعرف هذا الشعب ونحن نعرف أن تغذي من أجزاء هذا الشعب ونحن نحن نعرف كثير من أجزاء ونحن نعرف ونحن نعرف ونحن نعرف ويقوموا بمسيوز في لهم ويجيو ويشوف هنا المطرطس هنا قال لا لا مش هاني انتخابات كيسة هاني انتخابات وليسي هذا هو ما يطمحوا للشعب الشعب رايحونس يعرف وكعرف نفسك كيه التعريف قفر باع مش غتم تقبل ولاوش غتم تقبل والله قلعوش اتراح ديها دمالك هاي يش نابل مساء ومنحكم الشباب هذا هوشي شيء ثاني حال ولكن تنعوا وقلنا عند واطن هذا كيفاش يمشي معك احنا في قائمة نتحض وطن الاجهة التنمية قائمة 40 ما تسقينا الشباب وحطيناهم في الواجهة وكنا لهم يالا باعتم ساكير جوك شغل هذك اللي تحطوه في بحر موشي كما قد خلنا لك تتحطو الأمواج ومعهم ما تحطينوش من كورسالة اللي توجهوا من الشمال الجنوب والله تحطينو الأدوان اللي تجيب حبيها